أهلا بحضراتكم الألف مبدع هو مشروع بينتصر للثقافة وبيرفع الوعي في محافظات الصعيد وتوجهات بتعميم التجربة بشكل أعمق في الصعيد خاصة محافظة الواد الجديد وكلنا عارفين أن محافظة الواد الجديد هي العاصمة الثقافية لمصر في 2023 الاهتمام بالصعيد والاهتمام بسينة بيتجسد في جانب الثقافة في مبادرة الألف مبدع المشروع بيحتفي أو بأنه هو بيقدم نمازج ونجح جدا في سينة لأنه تم إطلاقه هناك في يناير 2023 وبيحظى بدعم كبير من دكتورة نيفين الكلاني وزيرة الثقافة لتنمية الوعي عند الجيل اللي طالع وخصوصا في منطقة وسط الصعيد التفاصيل أكتر هنعرفها مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو النهاردة الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة ورئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي أستاذ محمد برحب أحضرك معنا نورناك نورا كيف أن دمساء الخير لحضرتك وكل المصر فكرة المبادرة أو المشروع مشروع الألف مبدع بدأت إمتى ونجحت فين واتنقلت بعد كده ألفين دباتي الحقيقة بدأت في سيناء الطيبة الجميلة العزيزة لما عملنا بعض المشروعات وزارة ثقافة في إقليم القناة وسيناء الثقافي تحديدا مبادرات مشروعات ثقافة الوديان وخوافل الوديان والذهاب إلى تجمعات أهلنا في سيناء لقيت أن فيه أولاد صغيرين وبنات عندهم قابلية أن هم يتعلموا وعندهم موهبة زي موهبة الرسم وإلقاء الشهر تحديدا يعني وموهبة الغناء ممكن والأداء الاستعراضي في بعض الأحيان وطبعا الأعمال اللي هي قريبة للنحت وقريبة للفنون التشكيلية فقلنا لا إحنا الكلام كده لازم له منهجية استأذنت معاني الوزيرة وقلت بعد إذنك هنعمل مشروع لأهلنا في سيناء مشايخ القبايل قد كده متعاونين للمتعاونين في هذا الأمر فأطلقنا مشروع وزارة ثقافة في شمال وجنوب سيناء الألف طفل مبدع الألف رقم حقيقي ورقم يقبل الحساب ويقبل التحدي كما يقال كده ليس رقما إعلاميا ولا فضفا من شمال لجنوب سيناء احنا عندنا فوق تقريبا ست مدن وتحت تقريبا من تسع أو عشر مدن بتكلم طبعا فوق شمال وجنوب سيناء الشيخ زويد وبير العبد والعريش وتحت طبعا أو في وسط سيناء في نخل وفي الحسنة ثم مدن جنوب سيناء من أول رصدر شرقا كده اللي احنا رايحين على بوزنيمة بورديس الطور شمال وجرقا لقينا أن عندنا القابلية والإمكانيات عند البشر جميلة جدا وعند ولادنا جميلة جدا في جملة دايما أنا بقولها كنا رايحين ببرامج كده بنقول احنا هنعلم الولاد الوطنية لإنا الولاد بيعلمون احنا الوطنية بيعلمون احنا حب البلد يكون ازاي حتى أنا كتبت فيما هؤلاء علموني كيف أحبوا مصر الولاد الصغيرين كانوا بيرسموا المقاتل و لابس الأبرون و دول الأطفال طبعا الولاد كانوا بيرسموا و كانوا بيغنوا و كانوا لما تقول لهم عايزين تعملوا تابلوس تعراضي على الأغاني يقولك الأغاني الوطنية و هكذا نجح الأمر و تم تشكيل أكتر من ست فرق في جنوب سيناء و نظرهم في شمال سيناء من الأطفال و الفرقة تقريبا ما بين كرار و فنون استعراضية و هكذا و إلقاء و جماعات للرسم طبعا دي بقى حضرتك فين في قرية العور لما جينا بقى يعني شرفتني معي الوزيرة بالعودة للصعيد دي قرية أو عزبة العور في سمالوت عايز أقول لحضرتك شوف قد إيه القرية بسيطة هذه مدرسة اجتمع فيها في قرى الأطفال المينيا مع أهلينا و أطفالنا في عزبة العور بسمالوت كلنا قاعدين على الأرض و كلنا بنشوف المواهب من الأطفال عدد الأطفال قصد حضرتك تجاوزت 300 طفل تم انتخاف هذا اليوم أكتر من 56 موهبة من الأطفال و كانت ده المشروع ده يوم كام ده يوم 10 8 الصورة دي لسه قرية يعني و احنا بنعلن بنعلن عن المشروع في الصعيد احنا طبعا نجحنا في سيناء اه أنا قبل ما أدخل قاعدين بقى سيناء نجحنا في هذا المشروع في سيناء و كونا الفرق ست فرق ست فرق جنوبا و منظرهم ست فرق شمالا و طبعا في فرق بقى تحت التأسيس الزمالي فيما بعد ان شاء الله يكملوها في انجيلة و النجاح في برع العبد يعني و في قطية و هذه المواقع تم كمان رفع كفائتها و جهز الافتتاح ان شاء الله وقت ما تأذن بهذا السياسة العامة للوزارة و للدولة ايضا في قصر اسخافة نخل تم تأسيس بعض الفرق أو في فرقة تحت التأسيس و في الحسنة ظهور الحسنة للبنات خمسة و عشرين بنت تحت التأسيس عايز اقولك الرقم تجاوز الالف رقم صحيح من اطفالنا من شمال و جنوب سيناء انتقلنا بالتجربة الى الصعيد معالي الوزيرة كلفتني يوم 8-9 كنت يوم 10 بعلن لقيت ان السادة المحافظين ستلوى الزمنلوت في الوادي عاصمة الثقافة المصري اذا ما حضرك اعلنت ستلوى قسامة القاضي في المينيا ستلوى طارق الفئي في صهاج ستلوى عصام سعد في اسيوت كلهم متعاونين و رؤساء المدن متعاونين في نجاح المشروع انا بكلمك عن محافظات الصعيد التلاتة الكبرى اللي هم المينيا و اسيوتوس وهك تقريبا كل محافظة من خمسة و نص او خمسة و سبعة من عشرة مليون نسمة يعني تقريبا 18-17 مليون نسمة احنا في سينا طلعنا الف في ست شهور من يناير لتلاتين ستة كان كشف حسابنا الف طفل و طفلة انا متوقع ان في التلات شهور دول 8-9 ان شاء الله عشرة هنطلع الف في كل محافظة احنا عندنا خمسة و ستة من عشرة مليون نسمة او خمسة و سبعة من عشرة في كل محافظة فبالتأكيد هنطلع الرقم ده البشاير بقى الصورة اللي حضرتك عرضتها لسادة المشاهدين كانت في المينيا في عزبة العور و كنا عادين على الارض جميعا و في طفل يعني ان شاء الله يتسع الوقت فيما بعد مستضيف طفل عنده موهبة تلقائية يعني فطري بيمسك السلصال و بيمسك الطامي النيل و بيشكل جميع الاشكال الطبيعية اللي ممكن تخطر على بالك فيه لحظات بيشكلة الطفل يحيي ابراهيم احيي طبعا من هنا عنده 9 سنوات يحيي ابراهيم يحيي عنده 9 سنوات دي المدرسة مدرسة العور اللي ابتدائية اللي قعدنا فيها عايزة اشكر هنا في هذا المنحة ان المشروع ده بتقوم بوزارة الثقافة تحت رعاية معالي وزير الثقافة فعلا بيساعدنا فيه سادة المحافظين الموقرين فعلا لكن فيه قطاعات الدولة مشتركة معنا قادي التربية والتعليم بيتمدنا بالمدارس عشان نجتمع بإقدارة الموهوبين الشباب والرياضة في مركز الشباب في صعيد مصر التضامن الاجتماعي للجمعيات اللي بتساعدنا طيب بعد ما انتقلنا للمينيا وحضرتك عارف ان المينيا تحديدا لها خصوصية يعني مديئة أو محافظة طولية بمدنها جميعا منتشرة بطول النيل من بنسويف حتى أسيوت أنا بتكلمك على محافظة ممكن من المحافظات الطولة في مصر قدرنا في أول يوم يبقى فيه 56 طفل طفل وطفلة عايزين نرسم وعايزين نلقي شعر أول يوم في المبادر أو في المشروع طيب انتقلنا بعد كده لطهطة والمنشاف صهاج أنا عايز أقولك وما أروع وما أبدع في التنافس ما بين الأطفال الأطفال 35 طفلة أو بنت كمان من مرحلة الابتدائي ومرحلة السنوي أو قبلها الإعدادي عملنا معرض لرسومات البنات وما أجمل موضوع الرسم مصر دي فلسفة المشروع لو كمان يعني انت داخل بمئة طفل في التهطة ولد تهطوي طبعا تاريخ الصعيد في الفن معروف معروف وصهاج بلد المووي ونروح على المنشاة بلد القراء سيدنا محمد صديق المنشاوي نلاقي ان فيه أكتر من 82 طفل طب إحنا استفدنا بإيه؟ إحنا جمعنا أولا عملنا جماعة رسم من البنات والولاد وأنا بقول بنات قصاد مشاهدين كلنا الصورة بألف كلمة كما يقال هنلاقي البنات جنب الأولاد أولا في فرق الكرال تم تأسيس أو جاري تأسيس عشاني بقى اللفظ صحيح نتيجة هذا المشروع في أول أسبوع منه 100 طفل في طهطة و100 طفل وطفلة أنا آسف 82 طفل وطفلة في المنشاة دول أول 3 أيام عمل إحنا بنتكلم بكرة إن شاء الله صباحا إحنا رحينا بأرقاس قرية رحانة وعندنا استعداد لـ 70 طفلة تم تجهزهم على مدار اليومين الماضيين أمس واليوم يعني كمان التحرك سريع سريع جدا المنافسات ما بين مديرين المواقع كان قصور أو بيوت أو مكتبات في وسط الصعيد أنا بحييهم جدا لأن زميلي هم اللي نجحوا المشروع مش أنا اللي نجحت زميلي هم اللي عملوا فعلا بنتكلم على الأستاذة إحسان في مديرة بيت مديرة أسر أبو أرقاس يعني البنت بتشتغل بدون إمكانيات أو الزميلة بتشتغل بدون إمكانيات نفس الحال في حنان في سوهاج أو مديرة أسر الطفل نصرة في الودي الجديد حفظ الأسماء صحر في بريس أه طبعا زميلي هم اللي نجحوا المشروع على فكرة الثقافة اللي لم تكن مؤمن بالدرور الرسالة فلا نجحها هل كنت تتوقع سوز محمد مع بداية الفكرة لما جات لك كنت متوقع أنك بسرعة كده الاستجابة وهتلاقي أرقام كل يوم العجلة ماشية ولا كنت متخوف خليني صريح أنا بحب المجازفات المحسوبة طبعا لكن إذا كان سينة تسعمية أو تمنمية وخمسين ألف نسمة شمالا وجنوبا أسمرت في ست شهور ألف مبدأ وكان ممكن نكمل أكتر من كده وزميلي فيما بعد إن شاء الله نستلموا مني أكيد هيكمله إنما ما بالك بالسائد بتكلم على 18 مليون نسمة أكيد الرقم أكيد الرقم مرشح للصعود وبعدين احنا تعلمنا الناس على دين ملوكهم تعلمنا من سيارة الرئيس لما يجي يعلن عن المشروع يكون ابتدى المشروع وقاتى سماره احنا لما أعلننا المشروع في يوم 10-8 لقينا وطبعا اجتمعت بالسادة المدير العموم الأستاذ دي مكاوف أسيوت الأستاذ جلال أبو الدهب الفنان في صهاج الأستاذة ابتسام عبد المريد في الودي الجديد دول مديرين عموم الدكتورة الرانيا فنانة تشكيلية مديرة المينيا قلنا لهم عايزين يحصل تنافس وتكامل ما بين زمائلنا مديرين المواقع أصوره بيوته مكتبات وبالفعل معالي الوزيرة دعمتنا أنا عايز أقول لحضرتك إن بكرة عندنا في صمالوت في قرية رحانة تقريبا 70 طفل وطفلة جهزين في مرسم عندنا بعد بكرة يوم الثلاث في المراغة برضو صهاج وفي شطورة شطورة مديرة البيت هناك الأستاذة باسمة وما أجمل وما أبدع وبنت عندها من القوة والعزيمة إنها تعمل إن شاء الله فورا كلمتني من يومين برضو أزف لحضرتك خبر حصري إن مش بس تحتها بقى فيها فرقة فرون شعبية تحت التأسيس من 25 شاب وبقى فيها فرقة كرال أطفال من 35 طفل وطفلة لأ وكمان عندنا في المنشاة فرقة كرال أطفال من 50 طفلة وطفل وفرقة موسيقى عربية من حوالي 22 شاب وشاب أنا بكلمك كمان بكرة المراغة بتعلن عن فرقة إنشاء الديني من 12 طفل وطفلة وفرقة كرال أطفال في شطورة من حوالي 27 طفل وطفلة وفرقة فنون شعبية أطفال في شطورة أنا بكلم ده إنجازات عظيمة في مجال للثقافة إحنا فندم في أقل من أسبوع بقول لحضرتك معالي الوزيرة قالت كل الدعم لأهلنا في الصعيد طب إحنا بنعمل دلي أولا عندنا فلسفة في هذا الأمر بشكل الرؤية في مبدأ أصيل بتنتهج وزارة الثقافة الآن وهو لا مركزية الثقافة الانتقال إذا كانت الوادي الجديد أطراف الوطن هي عاصمة الثقافة المصرية وليست القاهرة إذا كانت الصعيد بؤرة اهتمام وزارة الثقافة وليست القاهرة الأسكندرية مثلا إذا كانت نقطة اللا مركزية لحضرتك وده نقطة مهمة جدا هل ده معناه إن مش هنستنى بقى اللي عنده فكرة أو موهوب أو مبدع في مجال معين إن هو يروح لأصر الثقافة أنتوا بقى لها هتروحوله هنا إحنا نروح التالي بعد بس لا يعني لا ينفي دور قصور الثقافة هنيجي لي برده شوف عارف القوات الخاصة بتشتغل ازاي وأنا بشبه ده لإن إحنا فعلا في مرحلة ما عندناش رفاهية الانتظار وما عندناش رفاهية يعني الصبر لا ما فيش كده إحنا لازم نسابق الزمن ونقهر ظروفنا يعني بنسمي مواقع الثقافية الآن هي قواعد انطلاق القوات الخاصة بتقول قواعد انطلاق الدوريات فبنعمل قواعد انطلاق من هذه من أصل الثقافة ومن بيت الثقافة ومن بيت الثقافة يروح القرية بقول لحضر الله بكرة فرحانة وبعد يوم الثلاث ده دي في المنشاة دي أول فرقة فنون شعبية في المنشاة بالمناسبة المنشاة الصعيد بتقدم تبلوه استعراضي للصيادين والصيادين بحري يعني إسكندرية أو بورسعيد أو السويس والصورة والصورة أبلغ شوف الأصر المسرح بسيط إمكانياته ضعيفة أو متوضعة بس والله صورة مبهجة لكن المبهج فيها الإنسان اللي قال عليه سيادة الرئيس في 2018 30 يونيو من تحت قبة البرلمان أن المرحلة القادمة ستكون معنية بالضرورة أولا بالإنسان المسر وبناء الإنسان وبناء الوعي ثقافيا وتعليميا وصحيا دي الثقافة بتقدم دي صورة لفريق كرال المنشاة مع فريق فنون شعبية المنشاة المنشاة سوهاج المنشاة سوهاج بالمناسبة كان عندنا تحديات ما فيش جاه نقولها لأن الحمد لله أولادنا كانوا أكبر من تحديات الإمكانيات ممكن تكون ضعيفة مهم مش مهم لكن في بعض الزحف بعض الأمور دي أطفالنا أدي شايف البنات بتقدم التبلوهات التبلوهات من وحي البيئة صور فرعونية أو رسوم مصرية قديمة وهكذا أدي بناتنا بتقدم رسومات في طهطة وفي المنشاة عايزة أقول لحضرتك 35 بنت تنفست فيما بينها أدي البناتنا كلهم مهم جدا نحن نقول في سوهاج في أسيوت في المينيا في الوادي في قلب صعيد مصر البنت زي الولد فعلا الأب والأم جايبين الأب والأم جايبين بناتهم عشان يتعلموا أصول الثقافة استعادت أو زي ما حضرتك قلت انتصرت للمصريين انتصرت لمعركة الوعي ما هي معركة الوعي بالتوازي مع معركة البرود في سيناء وفي مصر جميعا علينا أن نتخندق جميعا ونصطف في هذه المرحلة الخندقة وقوات الخاصة الصقافية التي تنطلق من قصور الثقافة لإكتشاف الموهوبين بتروح لهم فيه؟ بنروح القرى كل نفسينا بنروح المثلس الأخضر في بر العبد بيسموه بالمناسبة كتير من المصريين ما يعرفوش إنسينا فيها أرض زرعية جميلة جدا وتبقى إن شاء الله منتظر أكثر من 650 ألف فدان إن شاء الله زرعيتهم في سيناء في وسط سيناء بالإضافة للمشروعات في المثلس الأخضر في بر العبد لكن كنا بنروح للقرى وكنا بنروح للوديان كنا بنروح لأهلين في التجمعات البدوية سواء في وسط أو شبال طلعت البدن في المنبطح في الخصيمة في نخل في الحسنة في كل هل في حد هل في الفريق اللي مع حضرتك هو بقى اللي بيبقى عارف الأماكن دي ولا هو بننزل نشوف لا إحنا زي ما قلت لحضرتك لما لقينا في قوافل وديانة ثقافية إقبال ولقينا الشيخ صالح حميد مثلا في بر العبد بيقول لا ده نعايز أتبرع بموقع يتعامل مشغل للبنات يا راجل ده احنا ما كناش نسمع عن كده الموضوع بيتطور ده لازم نضوع آه لازم نقول لقينا أن مشايخنا في شمال سيناء بيتبرعوا بمكانها عشان يبقى مكتبة يعني هرابيض لقينا اللي بيروحوا لما بنرفع كفاءة موقع النجلة والنجاح وخطية خلال الفترة اللي فاتت جاهزين اللي افتتاح لقينا أن مشايخنا وأهلينا وستاتنا سيداتنا في شمال سيناء بيروحوا يساعدوا العمال فرحانين اللي المواقع بتتبني ده شعور تاني خالص عايز أقول للحضرت آه طبعا موضوع بصي فاندم العنوان الأصيل اللي مفهوهوش أي دعاية رحنا نعلمهم يحبوا مصر علمونا كيف نحب مصر يعني مش هتكلم عن زكاة هي جاية في وقتها أو متأخرة أو لكن هي في نجاح بيحصل طبعا عشان وقتنا قرب ينتهي فيه سؤال بسيط قبل المعرف حضرك راح فين بكر تمام أخبار قصور الثقافة عندنا عاملية دلوقتي احنا منتشرين زي ما بيقولوا كده زي الأقسام والمساجد والكنيس احنا أكتر من 650 موقع ثقافي من حلايب وشلاتين لحتى مرصة مطروح وسيدي براني غربا والعريش وبير العبد وبطويلة بالمناسبة يعني أزف خبر جميل أن موقع بطويلة الثقافي بيتا بطويلة الثقافي في بير العبد يعني تم الحمد لله ضمه من جديد لخصور الثقافة تنمية ثقافية بص يا فاندم احنا منتشرين على الخريطة الجغرافية شايفينا الناس في الشارع الخريطة بتاعتكم بكرة راحة فين بكرة بكرة اللي هو بكرة يعني بكرة صباحا الساعة مداية من عشرة حتى تناشر احنا في المينيا وفي سهاج في مشروعين بالتوازي أولا في سهاج في محاضرة بتقوم بتقدمها وزارة الثقافة وهي تقصر الثقافة لمكافحة الإرهاب أو مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف فين يا فاندم في سهاج بيحاضر فيها أكابر بلاش نقول كده لكن بيحاضر فيها قيادات فكرية وأمنية ورئيس الجامعة والمحافظ كل ده في إطار المبادرة لا كل ده في إطار مبادرات التوعية التوعية لكن ألف مبدع عندنا بكرة في المينيا في سامنلوت في قرية رحانة عندنا بكرة 70 طفل وطفلة مستردينة قرية رحانة نشكل منهم في المينيا فرقة كرال أو فرقة إنشاد جميل إحنا عندنا في شطورة بكرة بعد بكرة 3 فرقة إنشاد وفرقة كرال وعندنا في المراغة فرقة إنشاد إحنا هنتابع إحنا هنتابع مع حضرتك المشروع والمشوار لأنه أعتقد أنه بعد الصعيد فيه إن شاء الله مراحل تاني مظبوط؟ إن شاء الله أنا بشكر حضرتك جداً أستاذ محمد وبأحييك وبأقدر مجهوداتك ومجهود وزارة الثقافة في مشروع ومبادرة الألف مبدع وإن شاء الله يبقوا المليون مبدع بإذن الله يا رب أستاذ محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة ورئيس قليم وسط الصعيد الثقافي أنا بشكر حضرتك جداً لتشريفك لنا النهاردة وتحياتنا لأهلنا في الصعيد وأطفالنا من دعيم وبالتوفيق إن شاء الله شكراً بإذن الله بكل حاضرين معنا إن شاء الله أرجوك أرجوك نقدمهم لمصر كلها حقهم علينا وحق الناس تشوف أطفالنا المبدعين في كل مكان في مصر مشهدينا أنتهت حلقة النهاردة من التاسع وبكرة إن شاء الله لنا لقاء في حلقة جديدة من التاسع وتصبح الألف خير